ايه اصرح طريقة تقربية لحساب حديد الاعمدة يا جماعة تعاليك انا نتكلم على مثال مبنى اقل من 5 ادوار المسطح اللي معانا 100 متر يا جماعة لقينا بالتجربة كده انها بعد الاعمدة 25 في 60 وال25 في 50 كافية جدا ولما جبنا يا جماعة نسبة تسليح كواحد في المية من مساحة المقطع الخرصاني لقيناها 10 اسيخ في 16 في العمود 25 في 60 كافية جدا و 25 في 50 لقينا 8 في 16 كافية جدا تعالي اتكلم كده بسرعة يا جماعة لو انا عاوز طريقة تقربية بسرعة احسب بيها حديد الاعمدة واحد سألني قال انا اعمل اعمدة الدور الارضي واعاوز اعرف تقريبا هتكلفني كمي بش مهندس وهتغب مني كم طن حديد لو بتكلم عن اعمدة الدور الارضي يا جماعة خد كمية خرصانة الاعمدة في الدور الارضي يتمثل 7% من المسطح لقينا بالتجربة يتمثل 7% من المسطح يبقى 7% في 100 متر مسطح اللي بتعمل معهم بساوي 7 متر مكعب خرصان يا جماعة طيب حيض الاعمدة يا جماعة خد المتر مكعب في الاعمدة يا جماعة بيعطي منك 170 كيلو جرام ما بين اسياخ وكنات يبقى 7 متر مكعب فى 170 بيساوي 1200 كيلو جرام حديد يا جماعة طيب هوقszy منهم كانت قدي ايه خد حيض الكنات بتاعتك بتمثل 30% من كمية بقى 30% فى 1200 بيساوي 360 كيلو جرام كناة طيب الاسياخ الرأسيخرار 70% من كمية يبقى 70% في 1200 كيلو جرام بيساوي 840 كيلو جرام يا جماعة الأسياخ الرأسية كميات السن 18 في التكايب 18 في 7 متر مكعب المكعبين من شوية طلعت معنا 6 متر مكعب تقريبا سن يا جماعة الرمل هيكون نص السن يبقى نص في 6 متر مكعب بيساوي 3 متر رمل تكلفة الإجمالية يا جماعة التكلفة الإجمالية خد إن المتر مكعب في الأعمدة بيكلفك تقريبا 8500 جنيه لأن يا جماعة الأعمدة غالية جدا إنت عندك مصنعيات الأعمدة بتصل ل600 جنيه هتستخدم كمان 9 شكاير أسمنت على الأقل خالص النجارة هيطلب منك فلوس كتير يا جماعة في أعمال النجارة يبقى هتغل 8500 جنيه يبقى 7 في 8500 جنيه بيساوي 59500 جنيه تقريبا 60 ألف جنيه طبعا يا جماعة الأعمدة بنأكد تاني إنها بتغل مننا حديد كتير جدا بتغل أسمنت كتير جدا مننا بتغل مصنعيات كتير جدا في 8500 جنيه ما تستكترهمش خالص مع الأعمدة أما يا جماعة لو حبينا بقى نتكلم عن خرصانة أعمدة الدور المتكرر يا جماعة كمية الخرصانة في أعمدة الدور المتكرر لو أنا بتكلم عن مبنى مسطحة 100 متر وهيقل من 5 أدوار لقينا كده إن الأعمدة 25 في 60 والأعمدة 25 في 50 كافية جدا لقينا إن نسبة التسليح لو خدنا 1% من مساحة المقطع الخرصاني لقينا إن العمود 25 في 60 هياخد 10 أسياخ في 16 وليقينا إن العمود 25 في 50 هياخد 8 أسياخ في 16 نخش في الموضوع على طول كط خمية خرصانة الأعمدة في الأدوار المتكررة يتمثل خمسة ونصف في المية من المسطح يلو عندك مسطح مية متر يتقوم بخمسة ونصف في المية في مت متر يسوي خمسة ونصف متر مكعب خرصان كميات الحديد يتمثل خمية الحديد المتر مكعب في الأعمدة يقوم بمئة وسبعين كيلو حديد مبين أسياخ مبين كنات حديد مبين أسياخ رأسية وكنات حقيقة الكنات بتمثل 30% من الكمية بقى 30% في 950 بيسوي تقريبا 285 كيلو جرام كنات طيب الأسياخ الرأسية بتمثل حوالي 70% من الكمية بقى 70% في 950 كيلو جرام هيسوي 670 كيلو جرام تقريبا كميات السن يا جماعة كميات السن قلنا دايما بتمثل 8 من 10 في الكمية أو التكايب 8 من 10 في 5 ونص اللي احنا مكعبينها من شوية يسوي 4 ونص متر مكعب سن تقريبا كمية الرملة دايما بتبقى نص كمية السن يبقى نص في 4 ونص بيسوي 2 وربع متر رملة يا جماعة طيب التكلفة الإجمالية خد المتر مكعب في الأعمدة يا جماعة بيمثل 8500 جنيه يبقى 5 ونص في 8500 جنيه يسوي 46750 جنيه تقريبا يعني نتكلم في 47000 جنيه تقريبا يا جماعة الناس بقى اللي ما استغربت 8500 جنيه يا جماعة عاوز اقولك ان في الأعمدة انت بستخدم 170 كيلو جرام حديد في المتر المكعب كمان مصناعات الأعمدة بتتضبل مع الصناعي بتوصل ل600 جنيه كمان بتستخدم اسمنت يا جماعة 9 شكاير في المتر عشان كده يا جماعة تلاقي سعر المتر في الأعمدة بيبقى غالي جدا بيوصل ل8500 واحيانا بيوصل لتسعة تلاف جنيه يا جماعة ده كده كان ملخص يا جماعة عن خرصانة أعمدة الأدوار المتكررة النسب دي نسب تقريبية ولكنها قريبة جدا من الدقيقة اشتركوا في القناة